السلام عليكم ورحمة الله معكم حمز ماري محامدة من دفع التروح ان شاء الله اليوم سأشرح محاضرة الثايرودي غلاد من الجنرال فيسيولوجي على ورق نبض الآن الشرحي ليس سيكون فقط على التفريغ ان شاء الله سيكون هناك صور مصدر من الكتاب وممكن من النت وشفت المحاضرة وحسيت المحاضرة مهمة من الناحية العملية خصوصا الهايبرثايروديزم والهايبوثايروديزم ومدام محاضرة جنرال شفت انه في مصطلحات فيها ممكن تكون غامضة وبدأ شوية توضيح بزيادة فان شاء الله سأضحها بدون ما احاول ما اتوسع كثير انو المحاضرة تصير كبيرة واي شي بحكي زيادة عن التفريغ المفروض مش مطلوب منكم المفروض دكتور حميد مطاينة بيجيب من السلايدات فمطلوب منكم الموجود بالتفريغ ان شاء الله بسم الله الثايرودي غلاد ميدياتلي بلو ذا لارينكس ون ايش سايد واند انتيريو هذا موقع الثايرودي غلاد وان شاء الله ساوضحه على صوره ان شاء الله ساوضحه على صوره هذه معلومات عادة بتنقرة ما تنقاش الدكتور مجدين عن ايش الثايرودي غلاد الثايرودي غلاد الثايرودي غلاد اللي هي الغدة الدرقية بكون جواتها حجرات مغلقة هاي الحجرات المغلقة بنسميها فوليكل الفوليكل يكون المعبب بسائل هذا السائل سميه كولويد والحجر المغلقة بتكون مبطنة بأي نوع من خلايا epithelial cells وتكون مبطنة بكيوبويد اخذتوا بالهستولوجي انه هناك اكثر من نوع من خلايا epithelial cells كيو بويد الكولومينار والسكويمس وغيرها هسا الكيو بويد السيل مختصة للسكريشن السكويمس سيل مثلا لا الاحتكاك يعني مثلا زي الإيسوفيغاس المريء بكون مبطن بسكويمس سيل والجلد مثلا سكويمس سيل بس الجلد يكون كراتينايز that secrete into the interior of the follicles هسا الكيو بويد لازم حكيان هي اللي بتفرز فهي بتفرز جوه الفوليكل ايش تفرز؟ بتفرز الكولويد it maintains the level of metabolism in the tissues that is optimal for the normal function يعني بتتحكم بالlevel تبع الميتابوليزم الميتابوليزم هي عمليات الآيض البناء والهدم اللي هم الكاتابوليزم الهدم والانابوليزم البناء فهي بتحفز من عمليات الآيض يعني بتزيد من معدل عمليات الآيض جوه الجسم هسا هاي الفنكشنز اللي هونه بشكل عام وان شاء الله هنفصلهم لقدام في المحاضرة thyroid hormones stimulate the oxygen consumption of most of the cells عشان هي بتحفز النمو بتحفز عمليات الآيض فالجسم هيحتاج انه يستهلك كمية اكسوجين اكبر هالبرجوليت لبيدان كاربوهايدرات ميتابوليزم كمان بنظم عمليات الآيض للكاربوهايدرات والدهون and are necessary for normal growth and maturation زي ما حكيان هي بتحفز عمليات النمو بس هسا اتفرجيك صورة عن الحكاية قبل وممكن اكمل على الصور بعد ان ارجع للتفاريخ هسا هاي الغد الدرقية حكيان هي تحت اللارينكس هذا اللارينكس هاي الغد كارتلج برش لو خدتوها وهي الكريكويد كارتلج وهون عندنا التراكيا فحكيان هو تحت اللارينكس وعلى جوانب قدام التراكيا هسا هذا الستورج يتباحها لما ناخذ سكشن عندنا هون الكابيلاري عندنا هون الكيوبويدل سيلز اللي حكيانا عنها وجوه الكيوبويدل سيلز اللي هي اللي بكون حكيانا بكون في الكولويد اللي هو السيكريشنز اللي بتفرزها الكيوبويدل البثيليل سيلز وكاملة هاي الكيوبويدل والجوات بسمها الفوليكل هون تعنا الكابيلاريز التغذية الدموية وفي السي سيلز نوع خلايا بتفرز هيرمون معين اسمه الكالسيتونين بساعد في الكالسيوم متابوليزم مش مطلوب منه نعرف اكثر من هيك يعني حتى السي سيلز مش مكتوبة في المحاضرة بس مكتوب انه الثايرويد بتفرز كالسيتونين هم نرجع للتفريغ هم نرجع للتفريغ اول هيرموني ثايروكسين اللي هو تي 4 نسبته او نسبة افرازه 93% والثاني اسمه تراي ايودو ثايرونين تي 3 نسبته 7% هسا ان شاء الله سنعرف ليش هذا تي 3 ليش هذا تي 4 وهون كمان لو جئنا نحل الاسم ممكن يساعدنا بحفظه تراي يعني ثلاثة ايودو يعني في ثلاثة ايوداين اللي هو الآي 2 او الآي يعني اما الثايروكسين هيكون في اياش اربعة ايوداين من بنفرز اكثر الثايروكسين قبل كل الآي ايودو ثايرونين في الآي هسا هاي النقطة هنوضحه كمان ان شاء الله لقدام بس مهم تنعرف اللي هو اغلب الآي روكسين تي 4 اغلبه بتحول ل تي 3 جوه التيشيوز جوه الخلايا جوه التارجيت اورغنز يعني لو حكينا انه الآي روكسين بيأثر على القلب بغض النظر ايش بيعملوه لما يفوتوا جوه خلايا القلب اغلب تي 4 بتحول ل تي 3 احنا حكينا اغلب اللي بتفريزو ثايرو دي جلان تي 4 بس لما يفوتوا على الخلية الهدف اغلب تي 4 حيتحول ل تي 3 هسا تي 3 is more active than t4 the function of these two hormones are the same but they differ in the rapidity and intensity of the action هسا وظيفته مثل الهرمونين نفس الوظيفة بس بيختلفوا بال rapidity وال intensity of action intensity of action يعني قوة الهرمون مثلا اه حكينا احنا تي 3 more active than t4 وهاس هون كمان تحت اه كمان يعني بالنسبة لل intensity التراي ايودو ثايرونين is about 4 times as potent as thyroxine يعني اقوى باربع مرات من الثايروكسن فهو كإنتنسيتي اقوى الت 3 اقوى من الت 4 كرابيديتي كمان الت 3 شغله اسرع من الت 4 هنوضح ليش لقدام ان شاء الله بس هاي النقاط بتهم لي تعرفوا انه لما يجي مقارن بينهم الت 4 اكثر من الت 3 بس الت 3 more potent more rapid more intense but it is present in the blood in much smaller quantities زي ما حكينا and persist for much shorter time than thyroxine وبيضل مدة اقصر عشان بيشتغل اسرع مدة انه يضل جو الجسم اقصر من الت 4 لاكو في thyroid secretion causes the basal metabolic rate to fall 40-50% below normal هس اشي ال basal metabolic rate هي كمية الكالوريز كمية سعرات الحرارية الجسم بحرقها في حالة الرست والجسم مرتاح يعني وفي حالة الجسم ما ببذل جهد كمية السعرات الحرارية للجسم ببذلها عشان يؤدي الوظائف الطبيعية زي نبض تنفس وغيره من اي وظيفة بتصير في حالة الرست هاي كمية سعرات الحرارية بسميها ال basal metabolic rate ففي حال مش موجود في عنا thyroid secretion تنزل ال basal metabolic rate 40-50% من النورمال يعني تقريباً تصير 50% من النورمال يعني اقل بتقلل النص مع زيادة الثايرود secretion كان يكريز ال basal metabolic rate 60-100% من النورمال يعني فوق النورمال يعني ممكن يصير ضعفين ال basal metabolic rate فهذا الاشي بأكد الحكيناه قابل انه thyroid secretion بتزيد الميتابوليزم جو الجسم The thyroid gland also secretes calcitonin حكيان عنها C cells بتفرس calcitonin a hormone involved in calcium metabolism thyroid secretion is controlled primarily by thyroid stimulating hormone secreted body anterior thyroid gland طيب هسه المسؤول الاساسي عن تنظيم thyroid gland وفرازاتها هو TSH اختصار TSH اختصار لشو thyroid stimulating hormone لما نجي نحلل الاسم thyroid يعني من thyroid gland stimulating يعني يحفز thyroid gland هيرمون هيرمون يعني يمشي في الدم طيب هسه TSH من هو يطلع من الانتيريور pituitary gland هسه زي ما اخذنا قبل وانتو كما اخذت وقت التوجيهة انه pituitary اللي هي الغد النخامية الغد النخامية بتتحفز من تحت المهاد اللي هي الهايبوثالمس فالهايبوثالمس هتحفز الغد النخامية الامامية انه تفرز TSH عن طريق ايش الهيرمون بتفرزه هيرمون اسمه TRH thyrotropin releasing hermone هسه فيهم SH secreting hermones بعرف انه بكونوا من الpituitary gland بينما فيهم الرH بكونوا هايبوثالمس والرH يحفز الpituitary اما الpituitary تفرز SH على secreting hermones عشان تحفز ال target organs thyrotropin اللي هي توقع الخلايا في الانتيريور pituitary gland اللي بتفرز TSH TSH releasing يعني بحفز انتاج او بحفز زي الخلايا انها تنتج TSH هسه فيه كمان نقطة حابة بحكيها مش مطلوبة منكم انه هايبوثالمس بحفز الpituitary gland الpituitary في عنا غد النخامية امامية وخلفية هسه تحفيزه للامامية بتم عن طريق دورة دموية بتكون بينهم بينما تحفيزه للخلفية بتم عن طريق عصاب عصبونات يعني يعني تحفيزه للامامية المفروض بكون عن طريق هيرمونات بينما تحفيزه للخلفية بكون عن طريق سيالات عصبية كمان ايش اخذناه قبل بعرفش لو اخدتوه هسه كمان لا النخامية الخلفية بتفرز هيرمونين بس اللي هم الأكسيتوسين والADH المانع لإدرار البول النخامية الأمامية بتفرز باقي الهيرمونات في صورة هسه عن الحكة لان حكيته هل تتخيلوه أحسن ان شاء الله هون احنا عنا تحت المياد بتكون موجودة هاي عنا الغد النخامية هاي الأمامية بتتحفز عن طريق دورة دموية الخلفية هاي 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 عصاب بتحفز الخلفية هاي الخلفية بتنتج الADH والاكسيتوسين هاي الأمامية تفرز كل هذولا من هم ايه الثايرود سيمولاتين هيرمون تي اس اتش طيب السينتجسزان انساكريشن طيب هس احنا حكيانا الكولويد اللي هو الافرازات اللي بتكون جوه الفولكل هسا من محتويات الكولويد بروتين سكري كبير Glycoprotein بروتين سكري يعني اسمه Thyroglobulin وتكون تنزل Thyroid Hermones وذين اتس موليكيول هنوضح هذه النقطة لبعدين انه كيف هذا الموليكيول كبير البروتين السكري هيصير جواته وبعدين بصير اقصه عشان اطلع Thyroid Hermones من جواته كميستري of Thyroxine tri-iodo-thyronine The thyroid cells are typical protein secreting glandular cells which secrete and synthesize into the follicles a large glycoprotein molecule called Thyroglobulin Thyroglobulin بروتين سكري كبير Each molecule of Thyroglobulin contain about 70 Thyroxine amino acids Thyroxine amino acids المفروض اخطوه في البيه كميستري اه في له صورة ان شاء الله احكي عن خصائصه وتتتحد مع الويدين لتصمي الثيرويد هيرمون سيتتحد مع الويدين لتصمي الثيرويد هيرمون هذا وضحناه لما تتحدث عن تي ثري تي فور يعني ايش دلالة انه ثري ولا فور ثري رقم ال-Iodine ions المرتبطة طيب تصمي الثيروكسين أباو 50 ميلي جرامز من جسد ايوديين في فورم ايوديد شو بتختلف ايوديين عن ايوديد الايوديد عبارة عن I- يعني عبارة عن ايون مشحون زي كيف عندك كلوراين وكلورايد الكلورايد بكون CL- الايوديد نفس الشي ال-I- 50 ميلي جرام سنويا 50 ميلي جرام 50 ميلي جرام 50 ميلي جرام يعني 1 ميلي جرام كل اسبوع Iodice ingested orally يعني عن طريق الفم وامتصاصه عن طريق gastrointestinal tract يعني عادي امتصاص من الجهاز الهضمي طبيعي الموجود في الدم لما نمتصه اغلبه بنتخلص منه عن طريق الكده بس خمسه بامتصها thyroid cells only 1-5 are selectively removed from the circulation by the cells of the thyroid gland and used for the synthesis of the thyroid hormones بس خمسه احنا بنتستعمل الباقي بيطلع عن طريق الكدنس احدى طيض بس دوضح اي هونه السورة الي انتحدث عن الثايروسين اماينواسد هون عندنا الألفة كربون وهين الفأامين والالفاكاربوكسل وهين صايدة تشين وهين البنزينيقروب وهين التحليه بولر وهنا لما جربط معه ال-I2 حنسميها لقدام إن شاء الله عملية هاي Iodination حسن لو ربطت معه ايش بصير اسمه Mono Iodo Tyrosine او MIT اختصاره ايش Mono Iodo Tyrosine معناها Mono يعني واحد Iodo اللي هو ال-Iodine Tyrosine من نفسه Tyrosine طب لو ربطت كمان واحد بصير اسمه داي يعني اثنين Iodo Tyrosine اللي هي DIT اختصاره حسن لو ربطت Mono مع داي ايش بديو يعطيني T3 Tri-Iodo Tyrosine او Tri-Iodo Tyrosine عشان صار اسمه هيرمون ولو ربطت داي مع داي ايش هيصير اسمه سيصير اسمه Thyroxin T4 بوضح باقي التفاصيل ان شاء الله معدين بس نحكي عن خطوات تكوين ال-Thyroid هيرمون طيب هس اول خطوة لتكوين ال-Thyroid هيرمون هي الايوضايد بام او او ايوضايد اترابنج احنا حكينا خلايا Thyroid هيرمون او thyroid cells بتاخذ خمس الكمية الموجود جوا الدم فاول خطوة اننا ناخذ الايوضايد من الدم نفوته عالخلايا the first step in the formation of thyroid hermone is transport of iodides from the blood into the thyroid glandular cells and follicles the basal membrane of the thyroid cell has the ability to pump the iodide to the interior يعني جوا الخلية مش انتيريور المفروض of the cell this is the process of concentrating the iodide in the cell is called iodide detrapping يعني iodide detrapping هي تركيز الايوضايد جوا الخلية جوا ال-Thyroid cell ما عني باسل حسسى لما يكون في عندي غلانت يكون في عندي اسمه باسل اسمه مبرين باسل 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 مبرين هو من باتجاه الدم اما الابيكال مبرين باتجاه الفوليك يعني اريد الفريك هنا حسسنا حسنا هدنا thyroid cell هنا يكون هناك فين فوليكل بالنصف الذي يتبع فيه الكولويد هذا الذي سيسميه Apical Membrane الذي سيكون على إتصال مع الدم هو Basal Membrane نفس الشيء لو جئت هنا الموجودة بره وهو Basal Membrane و الموجودة من داخل وهو Apical Membrane وهو في إتجاه الكولويد فالباسل مبراين بأخذ الايوديد الموجود في الدم الايوديد الموجود في الدم تقوم بتركز 30 مرة أكثر ب 30 مرة من التركيز الموجود في الدم لو قلت التركيز الموجود في الدم 2 كم الخلية تحمل دمها؟ 30 ضعف الموجود في الدم يعني 60 و لكن إذا حفزت الثايرويد القصوى لطاقتها القصوى تستطيع التخزن أكثر ب 250 مرة أو 250 ضعف ايوديد الترابيز الموجود في الدم سنحكي آخر محاضرة إن شاء الله يعني كل شيء في الثايرويد القصوى نتحكي فيه عن طريق الدم طيب هكذا قلصنا بالخطوة فوتنا الايوديد جو الخلية ثاني خطوة ايوديد ايون حسا الأكسادة إنه نزيد عدد التأكسد فلو كان عندي سالب واحد أزيد يعني أخليه موجب يعني أرفع شحنته فلو كان سالب واحد لما أخلي صفر هذا اسمه أكسادة لو كان سفر صار سالب واحد اسمه الـ اختزال ثاني خطوة 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 اه هسا انزيم الفيروكسديز ما اسمه بيروكسديز نبدو تكسر الفيروكسايد الفيروكسايد هي H2O2 هاي مادة سامة يعني ريكتف جسمنا لازم نتخلص منها فالفيروكسديز بخلصنا منها اتوقع بيحول H2O2 يعني مي ف ايش بيعمل بيجيب متفاعل هذا المتفاعل لازم يعطي الالكترونات يعني يكون الالكترون دونر ايش عن الالكترون دونر يعني هيخسار الالكترونات يعني سالبيته حد قل يعني ايش هيصير له هيصير له اكسدي زي هون الـ واشو بيعمل لل الـ H2O2 بيعمل له يعني بيختزلها عشان تعرف انتوا التفاعلات تأكسد واختزال مع بعض لا تسكاب بلكم احنا كنا هون تحت طيب بيضان فيروكسيديز وانه يتعلق هيدوجين بيروكسايد الوالوه 2O2 ويعلق بيعمل اكسد للايودايد الـ الـ واذا فيروكسيديز السيستم اذا ثبطت هذا الانزيم الانزيم يتبطل يعني بالمرة بيبطل في عنا انتاج للثيروجي هرمون بالمرة صفر فهذا الأنزيم كثير مهم عشان ننتج الثايرويد هيرمونز طيب ثالث خطوة ايودينيشن و تايروسين حكيانا ايودينيشن يعني اضيف الايوداين على التايروسين حكيانا احنا الثايروغلوبيولين اللي هو البروتين السكري الكبير فيه تقريبا سبعين أمينو أسد من التايروسين هؤلاء البروتينات تتكون من أمينو أسد مختلفة فيه سبعين أمينو أسد تقريبا تايروسين ثاني انا اجيب الايوداين اربطها على التايروسين ها بسمي عملية الايودينيشن بسمي عملية الايودينيشن اذا ايشي الايوداين واربطه على التايروغلوبيولين اوكسدايز ايوداين in this form will bind directly but very slowly with the tyrosين يعني احنا حكينا انه الاكسدايز يعني لما ما يكونش عليه شوحن سالبي يقدر يرتبط مع التايروسين بس ارتباط وبطيء طب اذا ارتباط وبطيء كيف ممكن اسرعه عن طريق انزيم اي تفاعل بطيء كيف ممكن اسرعه عن طريق انزيم ممكن يتسرع التفاعل هسه في السلايدات مكتوب ان الايودينيز انزيم هو اللي بسرع هاي العملية بس في الكتاب وعاليوتيوب شفت انه اللي بسرع العملية البيروكسدايز نفسه اللي فوق اللي بعمل اوكسدايشن بس انتو التزموا الموجود بالسلايدات وبالتفريغ انه اللي بسرع العملية ايودينيز لو انسأل عنها كوزز دهبروكسدايز تاوكير وذن اه seconds or minutes in the thyroid cell تاويروشين فرصت ايودايز تفور المونو ايودو تاويروسين ال MIT فرجتكم اياه and then تفورم داي ايودو تاويروسين ال NWDIT during the next few minutes hours and even days ايودو تاويروسين residوز become coupled with one another ايش يعني يعني ال MIT ترتبط مع ال DIT او الDIT ترتبط مع الDIT بس ولما يرتبطوا بعطوني يا T3 يا T4 طيب The Major Hormonal Product of Coupling Reaction حسا The Major Hormonal Product of Coupling Reaction is Thyroxine يعني حكيانا احنا في عنا T3 و T4 ما ننتج منه اكثر T4 اللي هو Thyroxine that remain part of the Thyroglobulin Molecule يعني لسه هو جزء من Thyroglobulin لسه لازم افكه عن Thyroglobulin When One Molecule of Mono-Aiodo-Tyrusine couples with One Molecule of Aiodo-Tyrusine ايش هيعطينا T3 The Thyroid Hermonas are stored in the follicles in an amount sufficient to supply the body with its norm and requirement of Thyroid Hermon for two to three months يعني كمية المخزن جوة Thyroid Gland بكفينا من شهرين لثلاثة فلو نقطع عمل Thyroid Gland فجأة ما حنحس فيه تغيرات إلا لا يخلص المخزون اللي هو مدد شهرين ثلاثة So the physiologic effects of deficiency are not observed for several months طيب بريليز آخر خطوة آخر خطوة من الفوليكة يعني بخطوة الخلية لكيوبويد السل بكون فيه شيء اسمه أورغن الاسمه الليزوزوم بكسر فيه انزيمات هاضمة من ضمن البروتيازز أو البروتيازز بتكسر البروتينات ثم يوم رقم البيز المبريان بكون وصل الدم وبنتقل عن طريق الدم الآن ثلاثة أرباع لأيودينات الثايروسين أن الثايروغلوبولين لا يصبح ثايرودي هرمونس يعني مش أنا كل الثايروغلوبولين بستفيد منه بكسر و باخد كل الثايروغلوبولين لا ثلاثة أرباع الموجود داخله ما بقدر استفيد منه بظل محبوس جوا الثايروغلوبولين أنا بس بستفيد من ربع طب هايش دعمل في هذول الثلاثة أرباع يعني هذول الثلاثة أرباع ماخدين أيضا و مش مستفيد منهم بعيد تدويرهم بعملهم ريسايكلين During the digestion of tharyoglobuline molecule these iodinated tyrosine became free their iodine is cleaved from them by a D-iodinase enzyme يعني بجيب إنزيم اسمه D-iodinase بفك منهم الأيودين فايش بعطين الناتج يعني عندي T3 أو T4 أو tyrosine رابط مع iodine فكيت الأيودين حيصير عندي iodide أو iodine يعني I- بش كمان التايروسين وبرجع مثلا التايروسين بعمل فيه thyroglobulين والI- برجع بأكسدها وبفوتها للكلويد عشان أرجع أعمل كمان مرة T3 أو T4 That makes this iodine available again for forming additional thyroid thermals During few days هي About half of the thyroxin that you donated to form T3 إذا ما حكينا إنه أغلب T4 تحول لT3 جوه الخلايا هون بحكي إنه خلال أيام قليلة نصف الثايروكسن T4 بكون تحول لT3 اوضح الآن على الصورة هذه التفاصيل الزياد ليست مطلوبة منكم لكي اوضح الخطوة كاملة هنا كما قلنا هنا الكابليري على الشمال هنا الكولويد او الفوليكل هنا لدينا الايوديد موجود داخل الدم داخل الخلي هاي الثايرويد سيم بحوتو عن طريق تشانل اسمها NIS اختصار لشو N صوديوم I اوضايد S سيمبورتر سيمبورتر يعني ناقل بنقل شغلتين مع بعض هسا النقل بكون مع بعض يا بكون كوترانسبورتر يا كونتر ترانسبورتر كوترانسبورتر بنفس الاتجاه زي هنا كونتر ترانسبورت عكس الاتجاه هسا ايش هذا النقل او قبل ما ما نحكي عن ايش نوع النقل هسا بنشوف هون في عنا سوانة بس عمل زي الدكاترة هسا ايش هون النقل او ايش هش هتحافظ على تركيز الصوديوم جو الخلية هيكون قليل فالصوديوم هون كيف كان انتقاله مع تركيزه يعني ما بده طاقة بس احكينا الايوضايد انه الخلية ممكن تركز الايوضايد لثلاثين مرة فتركيز الايوضايد جو الخلية اعلى من بره الخلية فانا بده نقوله عكس التركيز بس هنا مدام انا نقلته مع ايون مع تركيزه بتم الانتقال بدون ATP فايش بسمي هاي العملية بسميها secondary active transport هسا الفوق هون ATP بشكل مباشر بسميها primary active transport هاي secondary active transport طب وان ليش اسمها active transport يعني active يعني استهلك الطاقة وان استهلك كان للطاقة هون فوق بس مش بشكل مباشر عشان هيك كان اسمها secondary active يعني انا استهلك الطاقة عشان اقلل تركيز الايوضايد جو الخلية عشان اقدر انقل الايوضايد جو الخلية بدون طاقة يعني مع تركيزه وافوت الاي اي ماينس معه عكس التركيز بدون استهلك ATP بشكل مباشر بس انا احتجت استهلك ATP فوق عشان اقلل تركيز الايوضايد جو الخلية عشان يكفي اسم secondary active transport طيب هسا الاي ماينس كيف دفوتها الى الكولويد او الفوليكل عن طريقة شانل ثانية اسمها Penderine بتطلع الاي ماينس بتفوت مكانه CL- لجو الخلية طيب هسا هون كمان عن طريق البروكسيديز حكينا بصير في عندي عملية اوكسيدياشن هذا ال H2O2 وهو البروكسايد فبصير في عملية اكسدة وتحول من I- ل I2 طيب ثم ثم بعد عملية الاكسدة بدي اربطه مع ثايروغلوبيولين لعملية الايوديوناشن بعد عملية الايوديوناشن ندعم الكابلينج اللي هم ال MIT و DIT اربطه مع بعضها لنعطوني T3 و T4 هذه العملية حسب الكتاب تتسرع بالبيروكسيديز حسب التفريغ بالايوديوناشن فانتو احفظون ايوديوناشن بسرع هذه العملية هنا في عملية ثايروغلوبيولين لكن بعد عملية ايوديوناشن وكابلينج ماذا RT3 RT3 ثايروغلوبيولين هنا لما فرجتكم الي ايوديوثايرونين فشكت عن هذا الشكل الي هنا طرق ارتباط الي ايوديوثايروسين تختلف لما يكونوا ثلاثة لما يكونوا اربعة خلاص في الشل الاربعة كلهم مسكرات هذا اسمه ثلاثة 5 ثلاثة الي ايوديوثايرونين هسا بدأ عدد الحلقة تعرف فيتي اعداد للحلقة ممكن تعدادي غلط بس المهم الفكرة يعني بدأ ابدأ عدد بالحلقة مثلا هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة الكربونات اللي على الحلقة هسا الحلقة الثانية ما بعدها من نفس العداد عشان ما اخربطش بينهم فبحكي هاي واحد برايم ثنين برايم ثلاثة برايم اربعة برايم خمس برايم ستة برايم هسا لو ارتبطوا بطريقة ثانية بدلا ما يكون هاي اللي هي هون ارتبطت على الحلقة الثانية يعني بدلا ما تكون على الخمسة العادية ارتبطت على الخمسة برايم ايش وقته بسميها ريفيرس تراي ايودو ثايرونين كيف حنا في عنا فكرة ما بعرف خطومه لا الليفو اماينو اسيد والديكسترو اماينو اسيد يعني اتجاهات انه مثلا الليفو بكون فعال جو الجسم بس الديكسترو لا ما بكون فعال جو الجسم نفس الشي هون التي ثري فعال جو الجسم الار تي ثري مش فعال جو الجسم بس هاي هاي الفكرة هذول بفوت لجو الخليع عن طريق هذا الكولايدو دروبلت تعالي الثايرو بلوبيولن تكسرها عن طريق البروتياز يعطينا تي ثري اي تي فور تقلعوا عن طريق البيز المنبرين لهذا الناس من دي اي تي و ام اي تي ونكسرهم عن طريق الدي ايودناشن باخذ الآي ماينس منهم بفكة عن التايروسين التايروسين بس تعمل عشان ارجع اصنع فيه ثايرو بلوبيولن عن طريق الاندو بلازم كريتيكيولم الرف اندو بلازمي كريتيكولا بتصنيع بروتينات او غلايكو بروتينات او غلايكو بروتينات بكون عليها رابوسومات عشان يكراف بتوديه للغولجي والغولجي بتغلفه جوا فيسيكل بعدين برجعه يطلعه الكولويد فهيك كل العملية او غلايكو ببروتين ترانس بورتينة ثايروكسيو و ترى او ديوينين معينه ثايروكسيو و ترى او ديوينين بروتينات بلازميا يعني هسا لما يطلعه على الدم ما بمشوا بالدم لحالهم لا لازم يمسكهم بلازميا بروتينا معين हسه,اش اكثر بلازمة بروتين بمسكهم اللي هو الTHYROXIND BINDING lebOULEIN ذيروكسن بايندين يعني برتبة في الثائروكسن globulin اسم بروتين اضمر اشう الشائع unnatural v買 and three product يست tangled by all さ siendo elbum and prealbum model relationship above all ذيروكسن landing عشان ترتبط مع thaiروكسن هسا الريليزنج تباحهم يعني هسا بيمشوا بالدم بكونوا ربطين بعدول البروتينات فالريليزنج تباحهم فالريليزنج تباحهم بيكون بطيء يعني لما يرتبطوا بالبروتين بيكون في استقرار بين البروتين وبين الهيرمون فالصعب انه يفك عنه فهاي بسميها الهي افينيتي فعشانك يحتاج لوقت اطول عشان يفك عنه وهذا كمان يفسر انه الثايرويد هيرمونز ما بيبدو يشتغلوا عطول يعني بيكونوا يلفوا بالدم وافرازهم للتارجت اوغانس بيكون بطيء فالصعب الثايروكسين تباحهم لتشيئات الوصول كل 6 يوم وعندما فالصعب الثايروكسين تباحهم لتشيئات الوصول كل 1 يوم يعني نصف التي فور بوصل للخلايا في 6 أيام بس نصف التي ثري بوصل الخلايا في كم؟ في يوم واحد يعني وصول التي ثري للخلايا أسرع من التي فور احنا كان التي ثري قبل انه مور رابد ذان التي فور هاي احد اسباب انه التي ثري اسرع من التي فور عشان الافينيتي تبعته يعني استقراره مع البروتينات اللي بتحمله في الدم اقل من استقرار التي فور مع هاي البروتينات فاذا استقراره كان اقل يعني لو الافينيتي سيكون الريليزنج تبعه فاستر يعني العلاقة بين وعكسية طيب وان بوث انتر تي ثري بوصل الخلايا هذا كمان سبب ليش التي ثري اسرع من التي فور كمان لما يفوت الخلية الهدف كمان لسه بيرتبط ببروتينات جو الخلية الهدف فكمان لما يرتبط ببروتينات جو الخلية الهدف بكون تخزن جو الخلية عشان ما يشتغل عشان يشتغل لازم يرتبط جوه مستقبل خاص فيه اذا ربط مع البروتينات هو بكون تخزن يعني لسه ما بدا شغله ومين عنده الفينيتي اعلى او استقرار اعلى ان يرتبط مع البروتينات التي فور اما التي ثري الافينيتي تبعته اقل فلم يرتبط بالبروتينات الجو الخلية بفك عنها بوقت اسرع عشان كمان سبب ثاني انه التي ثري اشتغل اسرع من التي فور في ايرو ديوريومن ينسب جو، وينجه يرتبط ان تشغل يكون بطيء هذا الاشي عشان يرتبطه في البروتينات الدم و في البروتينات الجو الخلية تشغل عشان بسيط على افرازه Ayxan اليسرع يشتغل مدة طويلة جو العشان الوظيفة الوظيفة تصل على حد لإلها خلال 10 أيام أو 12 يوم المدة اللي بنتخلص فيها من نصف الهيرمون الخلفした الان او متخلص من نصف الهيرمون 15 يوم ثم ت Launch Adletatyreno T3 حيث من ثلاثة ثالثانين أو ثلاثة ثالثائية ليس قattedam التسديق 6 أimdi تربط الساعة إن يبدأ되لم ف boa ثم التراحفativa دراحة للمشار Loss وف dannatiateato ثم منزحة مثل التخرج من الحيان أي أنه اصل إلى أمام الحالة وأعلى وظيفة Though خلال يومين الثلاثة على عكس الثايروكسين التي فوار بده من عشر الى اثناشر يوم وبس الله يعطوك لها فيه ان شاء الله بكمل فوار تاني